ليالي الخير تجمعنا بكم طابت ليالينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا ليالي الخير تجمعنا بكم طابت ليالينا بكوكبة تنورنا وبالخير أحياكم الله نبحر في هذه الحلقة بإذن الله وهي هذه الليلة من ليالي رمضان مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بداية شيخ عاصم نتحدث عن الآن الشهر اقترب من نصف تقريبا ماذا نقول للمشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد كم من الوقت لدينا حلقتنا ساعة ما تكفي يا خير كريم للحديث عن مقدمة لهذه المواضيع الجميلة ولكن ربما إن سمح لأبا سلمان المشكلة الكبرى عندنا أننا تعودنا أن نصوم رمضان كعادة لا كعبادة ولذلك نركز على أمور معينة فتجد الناس عندهم حرص على أمور طيبة لكنهم يغفلون عن النوعية والكيفية يركزون على الكمية قيام الليل يقرؤون جزء من القرآن كل يوم في التراويح لكن كصاروخ أرض جو حتى دعاء الاستفتاح ما يوجد الخشوع في الركوع في السجود ليش عندنا غرض أن نصل إليه الإنفاق الإطعام الإحسان هذه كلها أمور مطلوبة العزائم نعم هذا موضوع يطول لكن ما هو ركن الإسلام الرابع صوم رمضان لو ركزنا على صومنا هل هو كما يريد الله عز وجل لفزنا فوزا عظيما قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حادث في أن يدع طعامه وشرابه لو صمنا عن الحرام عن العمل الحرام عن التوقيع في أول الدوام والخروج ثم العودة في أخر الدوام والتوقيع له عن أكل الربا عن الاختلاص عن الرشوة لو صمنا فقط فزنا فوزا عظيما فهذه فقط يعني مقدمة كل مننا إن شاء الله يراجع نفسه ويراجع هذه الأيام التي فاتت هل صام حقيقة أم لا نعم في رحاب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ستكون حلقتنا التي من خلالها ننتظر أن تشاركونا بأسئلتكم أو إضافاتكم على أرقام التي ستظهر اتباعا على الشاشة حياكم الله ومشاهدين ونرحب مجدد من الأستاذ حمزة الزبيدي حياكم الله أستاذ حمزة بداية نحن نتحدث اليوم عن في رحاب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أهمية دراسة السيرة النبوية طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد لا شك يا أخي الكريم أن لدراسة السيرة النبوية أهمية بالغة جدا ولأن المؤمن مطالب أيضا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولا يمكن أن يتحقق هذا التأسي وهذه المتابعة والاقتداء إلا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله الذي أمرنا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن هذا التأسي والاقتداء والمتابعة إلا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي تمثل التطبيق المثالي العملي لرسالة السماء إذا أردنا أن نفهم الإسلام تطبيقا عمليا مثاليا نموذجيا فهو يتجلى في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مما الأشياء التي درسناها شيخ وأنتم تدرسونها أن الأصل الثالث من الأصول التي ينبغي أن يتعلم الإنسان هو معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستقودنا إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما من إنسان ينشغل بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتجلى هذه العظمة أمام نظره أو جزءا منها أن إشراقة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يمكن الإحاطة بها لمن لم يعيش معه صلى الله عليه وسلم كصحابته رضي الله تعالى فإذا قرأ في سيرته أحبه وإذا أحبه ذاق حلاوة الإيمان وحلاوة الإيمان لا يصل إليه الإنسان حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وأن يصل الإنسان إلى درجة عالة من الإيمان بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته عليه الصلاة والسلام فالعل هذه يعني بعضا من الأشياء التي تدفعنا أو الأمور التي تدفعنا لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شيخ عاصم ماذا يمكن أن ننصح من يريد دراسة السيرة النبوية كيف يدرسها وكيف يعيش أجواءها وماذا تنصحه بدأ يخطئ الناس عندما يظنون أن دراسة السيرة النبوية مختصة بكتب معينة ككتب السيرة أعظم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصدر من مصادر السيرة للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن حيث ذكر الله عز وجل لنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم العديد من المغازي وهذه المغازي كما يقول علي بن حسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما يقول كنا نعلم المغازي كما نعلم القرآن فالقرآن تمسك مثلا سورة الأنفال تتحدث لك عن غزوة بدر والآل عمران عن أحوال الحشر عن غزوة بن النضير تجد فيها تجلي لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان حاله كيف كانت أحواله ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك بداية شيخ عاصم من يريد أن يدرس السيرة يعني يقرأ التفاسير بداية لا بد صحيح وغير التفاسير نحن نتكلم هذا المصدر الأساس نعم لكن يأتي بعد ذلك كتب السنة صحيح البخاري مسلم لأن السيرة هي عبارة عن حكايات لا بد أن تراجع وفقا لقواعد المحدفين صحيح لأن بعض هذه القصص قد لا تكون تصح نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز المسلم أن يقول قال الرسول فعل الرسول اللهم صلي وسلم على محمد إلا وقد تثبت من أن هذا الحديث صحيح بعد ذلك نرجع إلى كتب السيرة وهي كثيرة منها ما هو متعارف عليه منذ قديم سيرة بن سحاق كذا تاريخ الملوك البداية والنهاية ومنها ما هو محقق أخيرا مثل السيرة النبي صيح لأكرم ضياء العمري وغيرها من كتب السيرة التي يستطيع الإنسان أن يستسلمها المحققة والمبسطة ليستطيع أي إنسان يعني يقرأها ويتناولها هو الغالب في السيرة أنه 90% منها أو 95% منها صحيح لكن بعض الحين الإنسان يريد أن يعني يكون أقرب إلى الكمال منه إلى أنه فيه شك أو فيه خلل نعم لأن السيرة لم يعني يعتمد فيها كاتب الباحثون فيها المعايير النقدية الحديثية هذه لها معايير أخوى نعم بارك الله فيك شيخ حمزة في مجال السيرة النبوية كثير ما يسأل التطبيق العملي يعني تربويا كيف أعكس مثلا دروس من السيرة في تعليم أبنائي في جعلها يعني نماذج عملية لا شك يا أخي الكريم أنه الإنسان الذي يقبل على دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل شيخنا جزاء الله خير من المصدر الأول القرآن الكريم السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كتب السيرة كل من أقبل على دراسة السيرة النبوية من هذه المصادر سيجد كل إنسان بغيته جميل العالم سيجد العالم الرباني الداعية سيجد الداعية الملهم والمصلح المتميز القائد سيجد النموذج الرفيع للقيادي الفد المتميز المعلم سيجد المعلم المتميز المبدع المؤثر الأب سيجد بغيته سيجد الأب المثال الذي يبحث عنه الزوج العلاقات الزوجية العلاقات الأسرية العلاقات الدولية حتى العلاقات مع الدول الأخرى العلاقات مع المخالفين نعم كل هذا سيجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله أستأذنك بس نأخذ الاتصال لأخ عبدالله من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل عبدالله أحسن الله لكم شكرا لكم مره خير حياكم الله عندي سؤالين سريعة بس بالنسبة لموضوع السيرة السؤال الأول في قصيدة طلعة اللي قدر علينا نعم يعني سمعنا أن هناك من يقول أنه ما قالوه عندما وصل نبي صلى سلم المدينة قالوا أنه عندما وصل من تبوك والبعض قال أنه عندما وصل لمدينة فما هي صحة هذا القول من هذا القول طيب السؤال الثاني السؤال الثاني أفضل الكتب في قراءة أفضل الكتب يعني القراءة في موضوع فقه السيرة أو استنواقنا السيرة يعني استخراج الفوائد ومن هذا الجانب إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله جزاك الله خير طيب لعني لم أعرف قصيدة طلعة البدر علينا والله سؤال الأخ يعني الذي يحضرني الآن أن هذه القصيدة من أهل العلم من صححها ومن أهل العلم من تكلم في ضعفها كابن القيم في كتاب زاد المعاد وقال أن ثنية الوداع هذه من شمال المدينة والرسول قد هاجر وأتى من الجنوب قال ولا يتصور أبدا من أن النساء العربيات المسلمات التي تربينا على الإسلام يخرجنا بالدفوف وينشدنا بمحضر من الرجال وأزواجهم يعني ينظرون إلى هذا الوضع هذا يستبعد جدا أن يكون الحال من الصحابيات الطاهرات رضي الله عنهن جميعا فالذي يظهر والعلم عند الله أن القصة لا تصح ولكن لماذا يضع بعض الناس أهمية لصحتها من ضعفها سبحان الله البعض يريد أن يجعلها عادة سنوية أنه والله نحن نرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام وننشدها كل عام في وقت معين بصفة معينة ولا شك أن هذا ليس من السنة في شيء نعم بارك الله فيك أستاذ حمزة الكتب الآن الكتب التي فيها استنباطات يعني فوائد تربوية هل ممكن هناك كتب ممكن أن يرجع إليها نعم في مجموعة كتب وكما تفضل الأخ هو يريد في مجال فقه السيرة النبوية العلم من الكتب التي طلع عليها الإنسان وجد فيها شيء من الجوانب التي تدرس فقه السيرة زاد المعاد كما تفضل الشيخ الكريم هو من أوائل ما كتب في فقه السيرة النبوية لابن القيم أيضا فقه السيرة لزيد الزيد هذا يعني كتاب مميز في جانب دراسة فقه السيرة النبوية وأحداثها سواء كان دروس في الأحكام أو دروس في الجوانب الإيمانية والتربوية والمسلكية أيضا فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله أيضا كما يقولون أن الشيخ الغزالي كتب هذا الكتاب بروحه يعني تجد فيه من يكتب ليس من جهته جانب استمباط فقه أو كذا وإنما كان يكتب بروح المعظم والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم كذلك رضي الله عنه وفيه كتابة شيخ اسمه كتاب الرحيق المختوم كتب كتابة إيمانية هذا الكتاب سبحان الله وطرح الله عز وجل لصاحبه القبول وللكتاب هذا القبول انتشر طبعا هذا كان مسابقة في رابطة العالم الإسلامي وفاز هذا البحث رغم أن صاحبه يحكي أنه كان الوقت ضيق جدا ولكن الله طرح له البركة ويبدو أن نيته كانت صالحة فكتب الله له القبول اللي يقرأ في الرحيق المختوم أيضا كتب بلغة إيمانية عالية جدا وتعبيرات يعني تبعث على الإنجذاب لكراءة السيرة النبوة وكثير سبحان الله من تأثر بهذا الكتاب لعلي أضيف شيخ كتاب أظن اسمه فوائد تربوية للشيخ أحمد فريد هذا مجلد لكنه حقيقة ملئ بالفوائد التربوية على كل قصة يعني واحد مجلد يعني صغير جدا تستصغر هذا الكلام لكن يأتيك بقصة من السيرة ثم يأتي لك بعدد من الفوائد عليها وجميلة واستنباطات من أجمل ما يكون طبعا كتاب أكرم ضياء العمري عبارة عن تنقية وتصحيح لبعض ما ورد في السيرة وهو في مجلدين اثنين وأيضا هو يعني من البحوث القيمة في هذا الموضوع نعم بارك الله فيك في جانب دراسة السيرة أهم ما يعني يتناول الباحث فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن مجالات الاقتداء من سيرته والله هذا بحر لا ساحل له لأن الأصل في السيرة أنك تتعلم لتقتدي أما أن الإنسان يقرأ للعلم فقط بدون تطبيق فهذا معذب من قبل عباد الوثن نسأل الله العافية المشكلة عندنا التطبيق ولا العلم يعني الأسئلة هل تأتي يا شيخ ما حكم كذا هذا الحكم عن الأمر الموضوع هذا سئلنا عنه مئات الآلاف لكن من الذي يطبق فإذا الجوانب التي يعني الإنسان يستفيدها من السيرة ما لها حصر فكل من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم سيرته قارن بين ادعائه وبين حياته كما تخضى للشيخ كيف كان يتعامل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام أكثر الجهل بسيرته ترى عندهم خللا بينا من ناحية شراسة الأخلاق عدم الكرم ضيق النفس عدم تحمل الأذى لا شك أن هؤلاء يبعيدون كل البعد عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نعم هو قد يعني الأنسان يكتفي بما سمع من دروس المحاضرات أو خطب الجمعة ويقف عند ذلك يعني هذا لو أنه الأنسان رزق من الله عز وجل الانتفاع بما يسمع لكن المشكلة يا أخي الحبيب أنه هل هذا الأمر عندنا نحن يعني الآن تعلم السيرة أسأل في من حولك أهل بيتك عن أسماء العشر المبشرين بالجنة ما أعرف أسألهم عن أم هاتم اسم أمك هذا في حد المساجد قلت لي الأخ الأمامي كان مسكين في حاضرة في درس فقلت لي أخي إيش اسم أمك أراد أن يجيب قلت ليس ما أسألك حقيقة لكن تعلم اسم أمك قال طبعا قلت طيب اعطني تسع من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام واسمع العجب العجب فهذا يدلك على أننا بعيدون كل البعد لأن القدوات عندنا اختلفوا الشيخ غفر الله لنا وله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة أنت من أسوتك إما أن يكون فنانا أو يكون مغنية أو يكون ثريا أو يكون وجيها ذا منصب لكن قل أن تجد من يجعل قدوته وأسوته في الحياة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة مو في اللي يعجبنا والذي لا يعجبنا نتركه نعم بارك الله فيك لعلنا نكمل مشاهدين الكرام معكم في هذا الجانب بعد فاصل قصير بإذن الله فابقوا معنا جهل وظلم فرقة وقطيع شرك وضلال هكذا كان الحال فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياءا كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا يعين أهل ويخيط ثوبا ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام نعود إليكم من جديد ونستقبل اتصالاتكم على أرقام التي تظهروا على الشاشة تباعا ونعود إلى موضوع حديثنا أستاذ حمزة كيف يكون الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التربية للأبناء واذكر لنا مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء الصحابة نعم لا شك أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم له مجالات كثيرة كل إنسان يأخذ وينهل من هذا المعين الذي لا ينضب من أراد أن يربي أولاده فلن يجد أفضل ولا أكمل ولا أزكى من المنهاج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية أولادي لسنا بحاجة أقوله وأنا مرتاح الضمير وعلى ثقة لسنا بحاجة إلى أي نظرية تربوية طالما لدينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك القرآن الكريم لو عدنا إليه ننهل في التربية أعطيك نماذج فقط إضاءات يسيرة من النافذة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كجانب تربوي تدخل فاطمة رضي الله تعالى عنهم سيدة نساء العالمين سيدة نساء أهل الجنة وهي ابنته رضي الله تعالى عنها تدخل البيت تدخل على رسول الله سلم فيقوم لها الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم لها ثم يأتي إليها ويقبلها ويأخذ بيدها ويقول مرحبا بابنتي ثم يجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم يا أخي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا شوف المكان العالية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم اثنين هو الأب ومع ذلك يقوم لابنته ويقبلها ويأخذ بيدها ويرحب بها ويجلسها في مكانه حددني بماذا ستكون هذه البنت كيف ستكون تقديرها لذاتها وحبها للخير وقبولها لدعوته صلى الله عليه وسلم والتأثر به عليه الصلاة والسلام هذا نموذج كيف الآن يتعامل كثير من الناس مع أولادهم مع بناتهم خصوصا لما نجي كمان أيضا التعامل على البنات هذا يحتاج إلى مزيد اهتمام وعناية لأن طبيعة البنت تختلف عن طبيعة الولد فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل صورة أخرى الحسن والحسين أم من أحفادي وأم من أولادي يعتبرون لأنهم أبناء فاطمة يلعب معهم صلى الله عليه وسلم ويرتحلانه يعني يرقبان على ظهري الشريف صلى الله عليه وسلم من من اليوم يعني كثير من الناس بعضهم لمكانته المالية أو العلمية أو قل ما شئت لا يمازح أطفاله ولا يلاعبهم ولا يداعبهم هذا نموذج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو يمسك الجوال ويكون يعني منشغل عنهم يعني مشغول تماما عنهم نعم مثال آخر أيضا في تربيتي صلى الله عليه وسلم يأكل معهم على المائدة أو يأكلا على الأرض يأتي ذاك الغلام فيعيث في الصحفة مره من هنا مره من هنا فيقول يا غلام سمي الله كل بيمينك كل مما يليك إذن هنا تعليم وتربية وتوجيه للأولاد وعدم إهمالهم حتى في قضايا نعم حتى في أكل قضايا الأكل نعم وشوف يا أخي لغة الخطاب الرغل يا غلام سمي الله كل بيمينك كل مما يليك يا شيخ فيه يعني سوء فهم أو عدم وضوح لهذه الرسالة ولا رسالة واضحة تصنف فيها كتاب رسالة واضحة تماما لا فيها توبيخ ولا فيها سبا ولا فيها جيتام لا بعضهم إيش يا أخي كل زي الناس يا أخي إيش كل زي الناس هذا طفل صغير يعطيه شيء إجرائي شيء عملي رسالة واضحة عشان يقدر إيش يفهمها ويتفاعل معها سبحان الله الطفل الآخر يأتي أظنه الحسن رضي الله تعالى عنه يأتي إلى تمرة في البيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذها ويضعها في فيه فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة يعني تخيل طفل صغير وما أدرى بهذه الأحكام الشرعية وهي تمرة يعني وهي تمرة وهناك احتمال اشتباه أنها من تمرة الصدقة إذن نلاحظ التوجيه التعليم أمرهم بالمعروف نهيهم عن منكر وكان يعوضهم صلى الله عليه وسلم يعوض الحسن والحسين وهذه من المهام التي يقوم بها الوالدين تعويد الأبناء الدعاء لهم كان يقبلهم ويشمهم ويضعهم على فخذه صلى الله عليه وسلم بل كان يحمل أمامه يعني بالله يتخيل مرة دخل الحسن أو الحسين رضي الله عنهما دخل المسجد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وكان الحسن أو الحسين يمشي في ثوبي ويعثر ويتعثر فينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الخطبة وينزل من على المنبر ويذهب لهذا الغلام الصغير ثم يأتي به يحمله ويعلل محبته أمام الناس طيب لو الآن خطيب ونزلوا وشال طفل كذا إيش حيقولوا على الناس نفسلوا نفسلوا انظر إلى هذه يعني الرقي في التعامل التربوي مع هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأحفاد حتى كان معه جالس في مجلس معه واحد من الأعراب وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسين فقال أتقبلون صبيانكم يعني كان ذلك الأمر عجيب حاجة عجيبة وغريبة فقال له نعم أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة لأنه قال ترى لي عشرة يظن أنه نوع من المفاخر لي عشرة من الأبناء ما قبلت ولا واحد منهم يا الله ما هذه القلوب الصخرية سبحان الله فكان صلى الله عليه وسلم مع أبنائه الحب والحنان والاحترام والتقدير والتعليم والتوجيه والتعويض صلى الله عليه وسلم مع أبنائه والمجال حقيقة كما تفضل شيخنا المجال كبير ورحم لكن احنا ناخد ترى طيب أنا أستأذنكم أيضا الاتصالات أيضا كثير معنا سالم من السودان تفضل تفضل يا سالم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله اسمعنا من الهاتف وأغلق صوت التلفاز لو سمحت بس ترفع صوتك حياك الله كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل أبناء الصحابة هذا هو سؤال للأخ سالم شكرا لك أخي سالم إن شاء الله تسمع إن شاء الله توجيه من الشيخ حمزة شيخنا نتحدث عن الدعوة إلى الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الآن نتكلم للدعاء إلى الله جلت التأس في هذا الباب بحر لا ساحل له النبي عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين رحمة ونذيرا ومبشرة فحياته كلها دعوة ما تستطيع أن تقول لا هذه دعوة وهذه يعني لإحتياجاته ولهوه ولعبه يعني كما يقولون لما واحد يسافر بيزنس ولا بلجر يعني عمل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت كلها مسخرة لله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إذن كل حياته كل حياته عليه الصلاة والسلام كانت يعني مخصصة للدعوة لكن القارئ في سيرته يرى العجب لأن في حياته عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام موافقة لكل أحوال الدنيا ما هي خاصة بجزيرة العرب هي تصلح لأن تطبق حتى في البلاد الإسكندناذية أو حتى في سيبيريا أو حتى في ألاسكا تصلح لأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة ولا يوجد بعده نبي ولا رسول ولا ديانة هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طب كيف نتعلم شوف جلس في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو دعوة سلمية لا ترفعون سيف ولا تردون على معتدي حتى من هاجمكم لا تهاجموا ولا تدافع عنفسكم لماذا؟ هذا يضربني هذا يؤذيني هذا يقتلني لأن حكمة الله اقتضت أن المستضعف إن قاوم أدى ذلك إلى وعد الإسلام بغمته كلية فلذلك كان الرسول سلم يدعوه من التوحيد وللإيمان وإلى معرفة الله عز وجل وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يفعله في أوقات الضعف طيب نحن كمسلمين الآن في أوقات ضعف أو في أوقات قوة قطعا نحن في أوقات ضعف المستضعفون في أنحاء العالم الإسلامي هم يقومون بعمليات استفزازية حتى إذا أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم أو أن ينافعوا أدوا بقتلهم وإبادتهم وتشريدهم إذا ما الحل عندما تكون مستضعفا تركز على أمور العقيدة على التوحيد على الإمام بالله واليوم الآخر وعلى الاستعداد ثم انظر إلى دعوته عندما ذهب إلى المدينة اختلف الوضع تماما لأن الآن أصبحت هناك دولة وأصبح هناك قوة وأصبحت هناك حجة الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته تختلف باختلاف المدعو إلى هذا الأمر لذلك قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إذن دعوته صلى الله عليه وسلم ليست عن انفعالات نفسية أنا رأيت موقف انفعلت غضبت تصرفت بدون أن أدرس العواقب لا دعوتي على بصيرة وكذلك مع تقدير للمخاطب ومستوى لا شك بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم بطريقة نحن نكاد يعني تطيش عقولنا كيف واحد يأتي إلى المسجد النبوي والرسول جالس وأصحابه معه يبول في وسط المسجد ومع ذلك الرسول السلام قال لا تزرموه سيبوه لما جاء قال يا ابن أخي إن هذه البيوت لم تجعل لي شيء من هذا القذر إنما جعلت لقراءة القرآن يذكر الله يقام الصلاة لكن لما يأتي عند واحد ثاني من أصحابه عند علم خرج ووجده يلبس خاتما من ذهب فأخذ الخاتم ونزعه بغضب وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده ما كلموا بأسلوب ليش لأن هذا عنده علم أبو ذر الغفاري قال له إنك امرؤ فيك جاهلية وهو من أوائل من أسلم وهاجر كيف فيها جاهلية وأنا من أوائل من أسلم أبعد هذا العمر قال نعم أعيرته بأمه رجل آخر الحديث في الصحيح المسلم يأكل بشماله قال له كل بيمينك شوف التلطف قل كل بيمينك الرجل تكبر تقول لي أنا أكل بيمينك قال لا أستطيع ما أقدر لا أكل بليش قال لا استطعت يده فلم يرفعها إلى فيه يا الله عبدالله بن عمر ابن العاص من كبار الصحابة يأتيه وعليه ثوبين معصفرين وهذا الثياب من الثياب الكفار إيش يقول له يقول أأمك أمرتك بهذا خلاص عرف ما يحتاج يقول له ترى أنا قلت من أول نحرام وإنت إيش فيك قال أأم قال يا رسول الله أغسلهما قال لا احرقهما هذه عقوبة تعزيرية تعزير إذن الدعوة تعتمد تعتمد على من الذي سيحصل بعد أن تفعل هذا الفعل لذلك من رأى منكم منكرا فليغير بيده بلسانه بقلبه يعتمد يعني بعض الأحيان أنا ممكن واحد بيلعب لي بمسدس أبو محالة عيار 38 ويلعب فيه وعيونه حمرة وسكران ومطفي وقدامه جاجة خمر وأنا أجي أقول له يا أخي اتقي الله الخمر حرام يحط الرصاصة بين عيوني هذا من الحكمة فين البصيرة إذن لابد أن تنظر بعض الأحيان يعني تتغافل عن أمور من أجل أمر كبير إنسان ما يصلي ما يزكي يشرب الخمر يفعل البواق تقول له يا أخي اتقي الله إزارك دون الكعبين ارفع إزارك يا رجل خلي صليه والشيء لابد أن تنظر إلى الأولويات لا يكونوا في الحكمة والموعظ صحيح طيب السؤال للأستاذ حمزة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل الأخ سالم من السودان كان يسأل كيف كان التعامل مع أبناء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أبناء المسلمين جميعا عليه الصلاة والسلام وكان يفرح بهم وإذا رأاهم قال هؤلاء مني وأنا منهم ويدعو لهم ويعبر عن حبه لهم صلى الله عليه وسلم وكان إذا سمع الطفل في المسجد يبكي يعجل الصلاة وهي الشعيرة العظيمة ويخفف منها من أجل أن يسمع صبيا من صبيان المسلمين يعني يبكي أو يصره فهو كان رحيما بهم محبا لهم عطوفا عليهم كان أيضا صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدا منهم كان يزر طفلا صغيرا ويكنيه يا أبا عمير يعني تخيل شوف كيف يتعامل مع الأطفال يكنيه بكنية ويجعله في مقام الرجال الكبار سبحان الله يكنيه بأبي عمير يا أبا عمير كان معه طائر صغير قال يا أبا عمير ما فعل النغي الطائر اللي معك يعني تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بمكانته العالية صلى الله عليه وسلم يتحدث مع طفل ويكنيه بكنيته يرفع مقامه ثم يسأله عن شيئا من اهتماماته الخاصة الشخصية وش هي طائر كان معه طائر كان يرب قال مات يا رسول الله فيعني هذا التعامل راقي جدا يأتي لي فتاة صغيرة ويكنيها بأم خالد تخيل طفلها صغيرة يكنيها بأم خالد ويهدي لها ثوبا أو يلبسها إياه ويقول تب لي ويخلف الله يلبس جديدا وعيش حميدا ويدعو لها بالخير ما هي الأثر التربوية هذه لا شك أن لها أول أثر أول أثر هو التعلق بهذه الشخصية الآن بعض المربين وبعض الأساتذة والآباء والأمهات يريدون أن يصنعوا جسرا من العلاقة مع أبنائهم وبناتهم والأساتذة أظم مع طلابهم هذا الجسر لا يمكن إلا من خلال جسر المحبة العلاقة القوية لن تصل إلى قلبه ولن تصل إلى عقلي إلا من خلال أن يحبك فإذا أحبك تقبل منك طيب حينما أنت تتحدث معه بمكانتك العلي رسول الله يكلمه ويلقف ويقنيه ويسأل عن أحوال الشخصية ويسأل فهكذا كان رسوله سلم مع أبناء المسلمين يحبهم يعبر عن حبي لهم يسألهم يقدرهم صلى الله عليه وسلم وربما إذا جاءوا بأول الحصاد من التمر وكذا فيدعوا لهم بالبركة ويعطيه لأصغرهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يقبل الصبيان وكان يسلم عليهم ثابت البناني من طلاب أنس رضي الله تعالى عنه وأنس من صحابة الرسول السلام فكان ثابت البناني يسلم على الصبية ويقول كان أنس ابن مالك يسلم على الصبية وكان أنس كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم الآن يمر أحيانا الكبار ولا يأبهون بهؤلاء الصغر لا يسلمون عليهم لا يرحبون بهم بالعكس أحيانا لما يكونوا في المجلس قم اطلع بره قم اطلع بره يا ولد لا تزعجن اطلع بره ويطل طيب كيف سيتعلم العادات الاجتماعية الحميدة كيف يتعلم أخلاق الكبار إذا لم يعيش في دائرة الكبار مشاهدين الكلام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه ورسالته عامة للإنس والجن قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال يا أيها النبي يا أيها الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتي جوامع الكلم فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء ثم عرج به إلى السماوات العلها وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِغُونَ لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي نزهه الله عن أخذ الصدقة وليس له خائنة الأعين ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من أربع زوجات ولا يورث ماله فما تركه صدقة ولا يتمثل الشيطان به في المنام وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن والشفى للقاضي عياض وغيرها كثير أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام نعود إليكم من جديد ونكمل معكم من الدروس المستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ حمزة حياك الله الله يحييك بالنسبة في فقرة سابقة كان في تساؤل حول إمكانية تطبيق هذه التعاملات من 1400 سنة ونقول إلى قيام الساعة وإن تطيعوه تهتدوا وإن ابتغين العزة في غير ما جاء نبيه رسول الله عليه وسلم فوالله أنه الضلال والهوان والانحراب كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه فيجب أن نمتثله كل بأحكامه في شيء واجب في شيء سنة ومستحبة وفي جوانب مباحات وعادات وكل موقف له سياقه يعني أقول لا يوجد موقف في الحياة المعاصرة أنا أتحدى لا يوجد موقف في أي مجال من مجالات الحياة المعاصرة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هدي ثابت يمكن أن نتأسى به وفيه الخير وفيه السداد وفيه التوفيق هذه بس حبيت يعني عسى سلاة فوتنا كتعليق على الموضوع لأن هناك من يقول أنتوا تبغى ترجعون ألف وخمسمائة أو ترجعون أربع عشر قرن نعم طيب هؤلاء الذين يتحدثون عما قبل المسيح عليه السلام ليتكلموا ليفاخرون بأفلاطون وعرستو وطارس وغيره نعم ولا يرون أنهم أصبحوا ماضوية ولا أنهم متخلفون ولا أنهم رجعون نعم لأن سمعنا قبل قليل في القناة الإحصاءات التي تذكر والحق ما شهدت به الأعداء نعم الحديث عن أولئك المنصفين الذين تحدثوا عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثيره وقيادته عليه الصلاة والسلام نعم وجوانب التأثير التي صنعها في البشرية لا يوجد لا يوجد شخصية عظيمة عرفها التاريخ عرفت تفاصيل حياتها كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في الدقائق القليلة الباقية المعلمون كيف يستفيدون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلما ولو أقبل المعلمون على سيرته صلى الله عليه وسلم ليستخرجوا ويستنبطوا ويستضيعوا بهديه صلى الله عليه وسلم في التربية وفي التعليم وفي التوجيه والتأثير سيخرجوا بثروة ضخمة جدا أعطي نموذج معاوي بن الحكم السلمي يدخل إلى الصلاة قبل أن يعرف قضية وقوموا لله قانتين ما في كلام في الصلاة كانوا يتحدثون في الصلاة وهم يصلون فأنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين فدخل للصلاة فعطي سافة حمد الله فبدأوا الناس يعني يحاول شمت أحدا عطس أحد وقال لو يرحمك الله فكأنهم يسكتونه فيقول سبحان الله ما الذي عملت وهم لا زالوا به فلما انتهت الصلاة التفت الناس إليه شزرا يعني كذا كانهم يعني يمكرون عليه إيه سويت وهو لا يعرف أنه أخطأ ليس لديه علم أو لم يصله الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم في الصلاة سكتوا الصحاب لأنهم كانوا يهابونه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة يحبونه ويهابونه ثم الثانية ثم الثالثة ثم قال أنا يا رسول الله فقال تعالى قربه اسمع هذا تلميذ من تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم قال فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما نهرني ولا كهرني ولا زجرني ولا ذربني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر إنما هي الذكر والدعاء وتلوة القرآن الله يا أخي تخيل يعني أنت تعرف قوة المعلم وتأثيره من خلال المنتج الضخم الذي خرجه للبشرية انظر إلى تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه كيف خرج جمع هذه الخامات الخامات التي كانت مبعثرة مبددة طاقات غير مستثمرة فجمعها صلى الله عليه وسلم ووظفها خير توظيف وصنع منهم خير أمة أخرجت للناس وفتحوا العالم شرقا وغربا ونشروا النور في هذه البشرية ولا زالت البشرية إلى اليوم في أمس الحاجة للنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صحابة ما فعله كزيد مثلا أسامة رضي الله عنه أنشأه الشيء العظيم لأن المربي صلى الله عليه وسلم والمعلم صلى الله عليه وسلم كان عظيما والذي يتتبع هديو صلى الله عليه وسلم في التعليم كان يستخدم مختلف الوسائل والأساليب الحوار والتساؤل استثارة العقول وتقريب الأشياء المعنوية بجوانب حسية أتدرون من المفلس الناس كلها تصوراتهم تذهب إلى الذي ليس له مال ولا درهم ثم يبين لهم حقيقة المفلس ويربطهم ربطا وجدانيا ثم يقرب المعنويات بأشياء محسوسة بين أيديهم يقربها لهم إن كان من دلالة فأنا أرشد فيه كتابين جميلين يعني يحسن الرجوع والاستفادة لهم الأول كتاب التربية النبوية الدكتور محمد الدويش الحقيقة فيه ثروة هائلة حول استنباط جوانب التربية النبوية كتاب التربية النبوية التربية النبوية الدكتور محمد الدويش حقيقة جمع ثروة هائلة من النصوص والاستنباط منها للهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية كتاب آخر الرسول صلى الله عليه وسلم معلما عبد الفتاح أبو غدا حقيقة جمع فيه من الآثار والتوجيهات لحال النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التعليم أجد أن الكتاب قيم جدا ويستحق الاستفادة منه الشيخ عاصم كيف كانت تعامل كيف كانت تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته هذا ساحل لا بحر له هذا بالعكس مو بحر لساحل هذا أمر يعني يطول يعني أنت إذا ذهبت تبحث في تعاملاته عليه الصلاة والسلام الآن الناس يعني ينظرون إلى فلان إنه الله عاشق متيم فلان إنه الله حبيب فلان والله إنه كذا النبي عليه الصلاة والسلام هو القمة في كل شيء إن ذهبت تنظر إلى وفائه وقد تزوج خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين ولم يتزوج عليها أحدا ومع ذلك بعد موتها بسنين وهو لا يزال يتذكر تلك المرأة الصالحة وكيف لا يتذكره هي سيدة نساء أهل الجنة كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع عليه الصلاة والسلام إن ذبح شاتا قال ابعثوا بهذه إلى صويحبات خديجة فإني رزقت حبها إن عائشة تكلمت عليها مع الغيرة بنت صغيرة وبكر وكذا تقول ما تفتأ تذكر عجوزا قد أهلكها الله في الغابرين حمراء الشدقين أبدأ لك الله أبدأ لك الله خيرا منه قال والله ما أبدأ لله خيرا منه إن ذهب تبحث في عدله وفي تحمله هذه مشكلة التحمل عندنا خلل فيها أمنا عائشة تضرب يد الخادمة فتكسر إناء أن بعثت به صفية بنت حويي بطعام تكسر الإناء أمام الصحابة أمام الرجال أحنا عندنا الواحد إذا أمرأت وقالت شيء علي الطلاق وفعلت مشكلة كبيرة هذه تكسر الصحن الذي فيه طعام أمام أصحابه ماذا يفعل سيد الرجال قال غارت أمكم غارت أمكم لا تنزعجوا ترى أمكم عائشة هذه الغيرة ترى شيء عادي يجمع الطعام بيده ويعاقب عائشة فيقول لها طعام بطعام وإناء بإناء لا قل لها كلمة هنا ولا هنا محبته عليه الصلاة والسلام ينهس من العرق الذي نهست منه يعني فين محل أكلت من العظمة اللي في لحمة يأكل منها وإن شربت من اللبن ينظر أين وضعت فمهافة يشرب منه الواحد مننا الآن يقول لمرأتي يعطيني ملعقة تعطيله تقول خذ ملعقتي يقول للولد روح أغسلها سبع بالماء ومر بالتراب إيش هذا يا فلان قال أكلت مننا الحرم النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ حتى في وفاته حينما تسوق قبل وفاته صحيح تسوق بنفس المسواك هي التي لينته وخلطته بريقها فتسوق به صلى الله عليه وسلم قبل موته فالموضوع يطول جدا أحسن الله إليكم يعني حقيقة الحديث معكم لا يمل لكن انتهى وقت الحلقة لعلنا إن شاء الله نكمل أو نلتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله مشاهدين الكرام لا يسعنا في ختامي هذا اللقاء إلا أن نتقدمه بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ عاصم الحكيم والشيخ حمزة زبيدي على ما قدمه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم عند حوضه نستقي منه شربة لا نضمعه بعدها أبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليالي الخير تجمعنا بكم طابت ليالينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا